فبطبيعة الحال المهنة أي مهنة لها علاقة بالبرمجة والتكنولوجيا أي مهنة تصميم برمجة إدارة مشاريع أي مهنة بهذا المجال كونها معتمدة على التقنيات والبرمجيات فالتغير فيها سريع جدا لأن تقنيات سريعة جدا التغير مانو طردي يعني أنت لما تأتي يوم عن يوم في زيادة سابتة في معدل التغير بالوظائف المعروضة بطبيعة المهارات المطلوبة بهذا الأصص لا التغير أسي يعني التسارع أسي طالع في طلوع بشكل سريع جدا مانا مثل مهنة خلينا نقول المحاسبة مانا مثل مهنة الطب هذه تغيرات وكل مهن متغيرة لكن المهنة لما تكون لها علاقة بالبرمجية والتكنولوجيا أنت كل يوم تستفيق صباحا بتشوف برمجيات جديدة إصدارات جديدة مطر تتعلمها تتواءم معه عملائك ما عاد يرضو بالشيء القديم سيطلب منك أشياء جديدة طيب هذا التسارع التسارع يعني الكبير جدا يتطلب أنه أنت يكون عندك شغف لحتى تكمل معه أو بتضل مع القديم أو رح تخرج خارج اللعبة نعم صحيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حلقة جديدة حلقة مميزة مع ضيف مميز مثل ما عودناكم دائما ببودكاست بناء ضيفنا اليوم هو مستشار في إدارة المنتجات الرقمية وبدأ من مبرمج لأنظمة التحكم وانتقل لبرمجة الويب ثم إدارة المشاريع ثم دخل ريادة الأعمال وآخر شي دخل بشغفه اللي هو الإرشاد والاستشارات بالإضافة لتطوير نفسه بشكل دائم ضيفنا اليوم هو الأستاذ محمد العبد حياك الله أستاذ محمد أنا جدا سعيد بلقاءك ونحن أنها تجربة طويلة مع بعض صحيح ترفتنا حياك الله الله يسلمك الله يسلمك أستاذ محمد وشكرا لمجهودكم وإصدافتكم لألي اليوم من ربي يحفظاك ويقوي أستاذ محمد مبرمج لإدارة المنتجات الرقمية في فرق كتير صح؟ نعم نسبيا حكينا شلون بدأت مبرمج ليش رحت أول شي ليش اخترت مجال برمجة هلا بحكم يعني خليني أعطيك اللونغ ستوري جميعنا نحن اللي بتخرجوا ان اختصاص هندسة الكمبيوتر أول شي بيفكروا فيه هو إما شبكات أو برمجة يعني على زماننا بال2008 أنا تخرجت من سوريا أي من سوريا يعني كلها تناك لنفكر لأنه كانت هي المهنة الرائجة واللي أعلى رواتب موجودة يعني فهي ما لا علاقة بالشغف يعني هي عبارة عن قوالب بتخرج الناس تطلع على هالقوالب تركب لهالقالب وخالصين لكن بالنسبة لي أنا أنا كنت أشتغل لما كنت بسنة أولى جامعة ل2004 في مجال الأنظمة التحكم الرقمية مجال مايكرو كونترولر وشوي بي إل سي طبعا هاي الأنظمة كانت متطورة كتير بهذاك الوقت فكان بدي خبرة منيحة فأخذت دورات وبعدين دخلت مع مهندس عنده مكتب هندسي كان يقدم هاي الخدمات للشركات عندنا بحلب تعرف نحن بحلب مدينة صناعية معامل كتير مكانات كتير فصاحب المعمل لما يصير عنده مشكلة في المكانة تبعيته بدل ما يلجأ للوكالة الأصلي ويدفع مبالغ كبيرة كان يلجأ لأنا فنحن نفهم المكانة أو البورد اللي تحكم بهذه المكانة كيف شغاله وأنا أقوم ببرمجة بورد جديدة على إيدنا ونبيعه فأنا دخلت المدينة من هذا الباب وكنت شغوف فيه بصراحة يعني كنت أنا أحب الإكترونيات وأحب كيف عم تشتغل العناصر الإكترونية اللي فيها إلى الآن يعني لما تخرجت خرجت من الجامعة وجدت أنه أنا متعبة لأني موضوع الإكترونيات جدا كشغل لأني بتحتاج تركيز كتير بالنظر عناصر الإكترونية صغيرة الخرائط اللي كنا نرسمها على الكمبيوتر كتير كانت معقدة فتعبت منها وجدت أنه الأنسب لأني هي برمجة الويب ما كنت مكتشف شغفي كتير منيح بهذاك الوقت تمام دخلت برمجة الويب من لحظة دخلت برمجة الويب لما كنا نحن نبني تطبيقات الويب بهذاك الوقت للألفين وثلاث عشر وأنا يعني على الطلاع دائم بمش البرمجة فقط أنه كيف عم تندار هاي الشركة بشكل عام لزبون ليش عم يجي لعند هاي الشركة ليش طلب خدماتها ليش ما عاد رجع ليش يرجع أصلا شو الكواليت اللي كان يقدموها هؤلاء الشركات اللي كنت أشتغل معهم وكان عندي يعني حب أنه أنا أكون هنقول صاحب قرار ما أكون منتظر أنه يجيني مهمة أنفزها وأخلص أجي آخر شهر أخذ راتبي بس أنا ما فيني أكون صاحب قرار إذا ما كنت أنا صاحب خينا نقول معرفة خبرة لازم يكون في معرفة يكون في خبرة لحتى الناس تشوف هذا الشي فيك لحتى تقول لك أوكي معتا أنت لازم تكون بهذا المنصب لحتى تاخد فيه قرار نعم وهذا الشيء اللي أنا عملته رحت عملت كورسات أنا لحالي كورسات أونلاين عن إدارة البزنس إدارة العملاء العلاقات مع العملاء إدارة الفرق البرمجية إدارة الأمور التقنية وصرت مدير فريق صرت مدير مشاريع لشركات اللي أنا كنت أشتغل فيها هي شركات عربية وكذا نقدم خدماتنا للخليج للسعودية حصرا جميل فبطبيعة الحال المهنة أي مهنة لها علاقة بالبرمجة والتكنولوجيا أي مهنة تصميم برمجة إدارة مشاريع أي مهنة بهذا المجال كونها معتمدة على التقنيات والبرمجيات فالتغير فيها سريع جدا لأن التقنيات سريعة جدا التغير ما نطردي يعني أنت لما بتجي يوم عن يوم في زيادة سابتة في معدل التغير بالوظائف المعروضة بطبيعة المهارات المطلوبة بهالأصص لا التغير أسي يعني التسارع أسي طالف يطلع بشكل سريع جدا ما أنا مثل المهنة خلينا نقول الطب في تغير كلهم مهن متغيرة لكن المهنة لما تكون لها علاقة في البرمجيات والتكنولوجيا أنت كل يوم تستفيق صباحا بتشوف برمجيات جديدة إصدارات جديدة مطر تتعلمها تتواءم معه وما لاك ما عد يرضو بالشيء القديم سيطلب منك أشياء جديدة طيب هذا التسارع التسارع يعني الكبير جدا يتطلب أنه أنت يكون عندك شغف لحتى تكمل معه أو بتضل مع الأديم وبتروح عليك أو رح تخرج خارج اللعبة نعم صحيح فوجود الشغف ما عاد هو خيار هو شيء إجباري بهذه المهنة مع أنه في ناس تانين شايفين أنه خلص أنا التزمت بوظيفة واشتغلت بمبرمج وعبديني راتب معين وخلص يعني ما في داعي طبعا لله الحمد الناس متنوعة ولولا تنوع الأسواق لما نفقت الأسواق في تعرف هذه المقولة لكن أنا منحكي على فئة الناس يعني هي حابة تطور حالها حابة تكون هي رائدة بمجالها يعني أنا بتذكر كنت مرة من مرات طلعت على اسطنبول لما كنت في عنتاب لأننا هي في اسطنبول لكن لما كنت في عنتاب متى جيت تركيا في 2012 شهر الأخير تقريبا نعم فطلعنا حضرنا مؤتمر لبي اتش بي لغة البي اتش بي لغة البرمج أنا كنت أشتغل ببي اتش بي اللي كانوا في المؤتمر على مستوى عالمي على مستوى عالمي ولكن هنم بعمري فيئة العمرية تبعيتهم نحن نفس السن هنمان عمرهم خمسين سنة وأنا عمري عشرين سنة فهذولي كيف وصلوا لهذا العلم وهذا التقدم جايين يحاضروا علينا ومعهم إنجازاتهم وراهم الكبيرة ونحن بنفس الفئة العمرية هذا المجتمع له تأثير أنا ما بخفيك البيئة المحيطة البيئة المحيطة له تأثير وتأثيره كبير لكن أنا مالي جاي أحكي لك عن تأثير البيئة المحيطة فقط لأنه نحن عالم منفتح الانترنت موجود أنت بأي بقعة موجود فيها ممكن تتعلم وتطور حالك الفكرة أنه كان عندهم شغف فهنن كانوا يدفعون نفسهم بنفسهم لحتى يتعلموا أمور جديدة ويطبقوها ويجربوها ويفشلوا فيها بعدين المرة البعضة البعضة لحتى ينجحوا فيها بعدين يقولوا صار فيه عننا نحن تراكم خبراء تعالوا نحكي لكنا عن تجربتنا تعالوا نحكي لكنا عن أخطائنا ويستمروا فأنا بدأت أبحث شو شي لأني أنا كنت شغوف فيه بصراحة يعني بحثت كثير عن أمور جربتها ما كنت شغوف غير بشغلة وحدة شو هي؟ يلي هي دمج البزنس مع الأمور التقنية تمام أنه أنا أفهم البزنس شو طلبه وأحوله للغة تفهموها التقنيين بحيث أحقق أهداف البزنس من هذا الشيء اللي بده يبنيه وما أحقد الفريق التقني بطريقة بنائه كنت أشوف كثير في سوء تواصل ما بين مدراء تنفيذيين وصولا لمدراء المشاريع ووصولا للفريق التقني وتنفيذ المهام في سوء تواصل ينتج عنه إما المهام لا تعمل بالشكل المطلوب أو لا تحقق الغاية المطلوب اللي بدأيها البزنس لكن الفريق التقني بيقولك أنا أنجزت واشتغلت الشيء اللي أنتو طلبت منه والتاني بيقولك أنا دفعت والأسوأ من ذلك العميل ذات نفسه اللي طلب أصلا هذا المشروع من الشركة التقنية ما حقق غاياته في السوق من هذا المشروع لسبب أو لآخر ما فينا نلقي باللوم على طرف معين في مثال هيك نحكيه بسيط يوضح الفكرة هاي يعني الأمثلة كثيرة مثال هيك يكون بهذا المشروع لكن أنا يعني طبعا أغلب المشاريع اللي كنا نشتغلها للجهات حكومية وغير حكومية كبيرة يعني ما فينا كثير نعطي نفتح لا يكون شي خاص ومو بدون أسماء يعني احنا بعملنا مثلا أنا ممكن أشرح لك فكرة مثلا لما أنت يجي عندك عميل يقول لك أنا بحاجة لمنصة وهي المنصة يكون فيها تجارة إكترونية ولازم تكون تدعم التجار المتعددين أو المتاجر المتعددة الباعة ويسرد لك أفكاره وأحلامه أنت كشركة برمجة مهامتك تفهم هذا الشيء اللي بده يا تكتبه وتوسقه وتنجزله يا ما بتحكي عن ذا أي تريصة لا لا أنت ما فالأفضل من ذلك أنه أنت تسألوا ليش بدك هاي المنصة ليش بدك هاي المنصة صحيح فممكن تكون إجابة لأنه أنا في عندي الآن مجموعة من الأصدقاء فوق الخمسين صديق يعانون من مشكلة التجارة الأكترونية وحالة بأعمل لهم فأنت ممكن تقول لها معتا خلينا نفهم مشاكل أصدقائك لحتى نبني شيء مناسب لهم أكثر أو خلينا نفهم شيء اللي أنت حكيت لنا يا ليش أنت بتشوفه بحل مشاكله لحتى نبني شيء تقدر تقدم لهم يا صح؟ ممكن يكون إجابته أنا ما عندي حدا لكن أفترض أنه الناس محتاجة فممكن تقول له فرضيتك منين جاي هل قرأت مقالة؟ هل شفت إحصائية؟ هل شفت منافس فاتح هذا الشيء؟ خلينا نطلع على هذا الشيء لحتى نبني شيء أفضل الحال الأسوأ هي أنه أنت تاخد بس اللي حكى وتروح تطبقه وبعدين تخليه يدفع فاتورة كبيرة ولما يجي هو يطرحه في السوق ما يلاقي ناس تشتر أنا هذا الشيء كان يرهقني بصراحة ما كنت أرتح له يعني فكنت أحب لا لازم أن نحن نترجم احتياجات للبيزنس واحتياجات السوق بطريقة يفهمها التقنيين ونبني شيء يحتاجه السوق وليس شيء يحلم به التقني التقني هو إنسان بحب المثالية تقني إنسان بفهم لغة أرقام وماشي على أساسه صحيح؟ نعم نعم هو بحب المثالية بمعنى رح يبني أفضل شيء أسرع شيء أكتر شيء سيكيور خلينا نقول طيب أنا إذا بدي أسمع لكلام التقني ممكن يكلفني سمن سيرفرات كتير برمجة طويلة ولكن أنا أصلا ما لي متأكد من البزنس تبعي إذا رح ينجح ولا رح يفشل عرفت عليه كيف فمن بدأت دخولي للويب برمجة للويب كنت هكي أفكر فبال2013 لما كان يجينا مشاريع نحن كنت أنا أقترح على مدير الشركة شروعك بهذا المشروع نعمله برودكت إذا إذا أنت الزبون اللي أخذوا منك هذا المشروع محتاجه فيه احتياج تاني بالسوق خلينا نعمل برودكت تعال نزور الزبون الفلاني والجهة الفلانية إذا محتاجينه خلينا نقولبه ونغلفه ونبيعه كبرودكت فهذا كان شغافي هو دمج الأمور للبيزنس مع الأمور التقنية يعني هو خلينا نقول جانب إداري طيب خلينا أنك شوف أنتو بالظبط يعني هو ترجمة بين لغة البزنس يعني بيجيك صاحب التطبيق أو الشخص صاحب الشركة التجارية بده يعمل المشروع فأنت بترجم الأمر اللي بده ياه وبتسقطه للمبرمجين باللغة اللي بفهمه وبنفس الوقت قبل ما يبدأ بتفهمه احتياجه وبتأكد له هو ماشي بالطريق الصح نعم ولا أوهام وحلم خلاص أنا بدي أعمل تطبيق لأني في كتير ناس أنا بدي أعمل تطبيق أعمل منصة بس عملتها رح خلاص يعني أقبر الفقر أموري تتغير وبتكون هون الصدمة وأكيد يمكن فيه كتير قصص واجهة تكون بهذا الأمر فهذا هو بالظبط اللي عبتحكيه صحيح؟ نعم صحيح في عدنا نحن دور بيسموه دور مدير المشروع هلأ مدير المشروع هو دور كتير مهم هو بيفهم أبعاد المشروع تكلفة المشروع المخاطر محتملة لهذا المشروع الريسورس اللي لازم نحن نستخدمها التايم تايم تبع هذا المشروع قديش رح ياخد وبيبقى على اطلاع دائم إلا ما بعد التوقيع والاتفاق في مرحلة التنفيذ بيبقى على اطلاع في إدارة موضوع التنفيذ والتسليم الصحيح ومع بعد التسليم في عندك التدريب وهكذا فهو بيدير هذا المشروع إدارة جيدة دور مدير المشروع كتير مهم في إدارة المشاريع لكن مدير المنتج شيء آخر مدير المنتج هو شخص يعني مدير المشروع ما من مهمته أنه هو كتير يتفاوض مع العميل بأنه هذا الشيء قابل للتسويق والبيع والنجاح أم لا لكن شو مهمته بالظرور؟ مهمته المشروع ينجح خلاص وماشي بالنجاح بعد دجاح المشروع وتسليمه بالبجت المقترحة بالمخاطر اللي كانت موجودة وتجاوزة ضمن الميزانية ورضى العميل عن استلام هذا المشروع انتهى دوره كمدير مشروع فهو مشروع لنقطة بداية نقطة نهاية انتهى دوره المشروع يلي بعلوم مدير المنتج مهمته هو إدارة منتج فهذا المنتج لمن يعطى؟ كمنتج رقمي نعم منتج رقمي يستخدمه عميل العميل هو راح يستخدم المنتج إذا العميل غير راضي عن المنتج فشل المنتج إذا مهمته إنجاح المنتج مدير المنتج مهمته إنجاح هذا المنتج فإذا العميل أعرض عن هذا المنتج ما عجبه لسبب من الأسباب قد يكون التسعير قد يكون اليوزر إكسبرينسي اللي فيه قد يكون خدمات غير موجودة فيه أعرض عنه فشل المنتج قد يكون صاحب المنتج يعني الشركة اللي هي راية لهذا المنتج اللي أطلقت هذا المنتج في السوق ما أدري تتحقق الشيء اللي بديه يمكن العملاء اشتروا بس كانت شريحة العملاء الصغيرة فما حققت إيرادات جيدة كمان فشل المنتج يعني صاحب المنتج ما أدري يسويق منتجه صح أو العملاء ما أخذوا المنتج صح فشل المنتج طيب ممكن يكون في عملاء مهتمين وممكن صاحب الشركة وجد فرصة كتير منيحة لكن الفريق التقني ما نفذ الشيء اللي هن يتطلعون لأله ما قدروا يفهموا للفريق التقني بالضبط ليش هن بدون هذا الشيء كمان فشل المنتج فكل هاي عوامل أنا أعدد لك ياها ممكن يكون المنتج ناجح بكل المعايير لكن ما فيه إلو الميزانية الصحيحة ما ندرسة الميزانية الصحيحة لأله لأنه هي يحتاج وقت للبناء والإطلاق والنمو والتوسع يحتاج لها استثمار وميزانية واضحة وضحة المعالم ما فيه ميزانية واضحة تم العمل خارج الميزانية أيضا فشل المنتج فنجاح المنتج بضمنه هو مدير المنتج هو يراقب لماذا طلب هذا المنتج من قبل العميل صاحب الشركة وما هي الميزانية الموافقة لأله وما هي أهدافه التسويقية اللي رح يحققها يجمع هاي البرامترات هاي كلها مع الفريق التقني أيضا لحتى يبني شيء يحتاج العميل يشتري سعره مناسب يعود على الشركة بعائدات تمكنها من الاستمرار وإعادة الإنتاج والتصحيح جميل فهذا دور مدير المنتج مدير المنتج طيب إذا نحن حكينا عن نقطة صغيرة طبعا أنا بعرف أنه حضرتك بتقدم خدمات لشركات كبرى ولشركات كمان متوسطة وصغيرة وأنا كنت من ضمن المستفيدين من هالاستشارات والخدمات وبعتز بهالشي فأنا من ضمن تجربتي مريت بشغل أنه أنا بطلب طلبات من المبرمجين بنفزوها بطريقة معينة لكن سرعتنا بطيئة لأداء التنفيذ بطيء كان في عنا يعني ماهرين هنا انشغالين أموره انتما لكن البوصلة شوي ضايعة مو عارفين الأمر كما يجب يعني بيشتغلوا على مشاريع كبيرة لما تم التعاقد أنا لاحظت فرق ولاحظت شيء مختلف عن يعني عن الوضع الطبيعي اللي بمشي فيه انه نحنا صرنا أسرع صار عملية منظمة أنا شايف قدامي على الجيرة بظن صارنا نشتغل صار فيه قدامي معروف شو المهام شو المشاكل شو الوضع قبل عم نشتغل خلاص بدي تخلص لي كذا بعد شهرين ثلاثة منحكي فكانت مشكلة فشو تحكي إنا أو شو تنصح أي صاحب عمل بده يبدأ بمنتج رقمي شو الخطوات الأساسية الأولى اللي يبدأ فيها نعم فكرة شكرا كتير لهذا السؤال يعني هو سؤال مهم بهم أي حدا عم يبني الآن منتج جديد بدي يطرحه جديد بالسوق يعني هو في مرحلة البناء خلينا نقول اللي أطع مرحلة البناء ودخل أسواق على الأغلب هو يتعلم من تدركته وحسن من أموره مثل يعني نعم لكن اللي هو بمرحلة البناء على الأغلب رح يعاني بعض التحديات الفكرة وين تكمن دعني أشرح لك أساس المشكلة وأساس التحدي وين لما يكون أنت في عندك شخص عنده شركة وهذه الشركة حابب هو يبني لها نظام محاسبة داخلي لنفترض على فرض هو عارفان مداخل الشركة ومخارجة عارفان أموره المحاسبية وعارفان موظفينه وأماكنه والرولزي اللي هن بشتغلوه فواضح الأمور بالنسبة له شو طلبه هو واضح شو بده بالضبط وراح وثق لك بشكل كتير واضح واستلموا الفريق التقني وبنى في غالب الظن لن يواجه كتير مشاكل بعد انتهاء من بناء هذا المنتج أو انتهاء من بناء هذه المنصة لأن الأمور واضحة كفاية جدا جدا شو لازم يكون في ميزات وأزرار وواجهات وتقارير لأنه هن كشركة الآن عابديروا أموره المحاسبية فقط كل ما هنالك عندهم هواسة قوة وحبوا تكون هي موجودة بشكل أكتروني يعني تحول رقمي نعم نعم قد يكون في بعض التغييرات البسيطة بعض الأمور ما كانوا حاسبين الأحساب كتير منيح كانوا نسيانينها لما طلعت المنصة يمكن يعطوا فيدباك فتصلح نوع من الواع التقارير نسوا يخبروا الفريق التقني أنه يطلعها فطلع لهم إياها فور معينة زر معين يعني بعض التعديلات فهذا شيء وارد يعني التحدي بيكبر أكتر وأكتر لما أنت تبني شيء جديد بأفكار جديدة وجاي تطرحوا على سوق أصلا جديد وغير معتعد على هاي الأمور بشكل كتير كبير هذا مسميناه الأفكار الإبداعية الأفكار الإبداعية الآن بدأ يصوق لألب الشباب بطريقة أنه الفكرة الإبداعية بتجيب رؤوس أموال كبيرة بتعمل نجاحات كبيرة بس في جزء هون موجود هنا مبالغة بالموت نعم هنا بتكلموا على الحالات الخاصة وكأنه هي حالة عامة هي هي المبالغة على فكرة المبالغة أنه أنت عم تجيب الحالات الخاصة بتصلت عليها الضوء وكأنه هي الحالة العامة لا هي حالة خاصة وهي حالة موجودة لكن ليست الحالة العامة يعني فلان عمره كذا جاء مستثمر عطى فكرة معينة أخذ كذا مليون تمويل وخلاص صارت أموره باللوج يعني بس هو الموضوع لسه أو حالة صغيرة يعني فبيطبقوا أنه أنت عمال هيك بتوصل له هالشي نعم بغض النظر عن الظروف وعن الخبرات وعن الدراسة وعن الوضع وعن الترتيب كله صحيح فهي هي نعم يعني فيني ألخص لك الموضوع أنه أنت لما تبني شيء جديد أنت أصلا عم تبنيه على أساس فرضيات يعني مثلا أنت وجدت في مشكلة بالسوق خلال نقول في الناس الموجودة في الشارع اللي عم تحاول تتوصل لوسائط نقل خلال نحكي على مشاكل النقل الموجودة بالمدن الكبيرة فأطرع بالك فكرة تطبيق معين يأمل لك نقل خلال نقول على وسائط النقل موجودة بأقرب مكان تطلبوه تتشارك فيه النقل كذا كذا أي فكرة بتخطرع بالك ممكن تجي أنه تحل فيها مشكلة طب هل الناس معتادة على هذا الحل هل الناس هل الناس مستخدم هذا الشيء هل يا ترى بعد ما أنا أطلق الحل كيف رح يستخدموه هل الميزات اللي أنا افترضت أنه هل مريدون إياها فعلا نطلع بدون إياها واستخدموه مثل ما أنا مفترض فهذا هون تحدي فهون تجي ضرورة ضرورة أنه الفريق عندك لما أنت تدير مهامه في البناء تكون مرتبطة بفريق التسويق تكون مرتبطة بفريق الإدارة يعني بناء المنتج أنت ما بتعطيه كل المهام يلي بده فيها ست أشهر لحتى ينجزع ويسلمك يسلمك ياها لا هي لازم يسلم جزء بسيط منه تتطلع عليها وتشوف أنت قراءتك للسوق المتغيرات للي أنت تشوفه بشكل يومي تعطيه عليها تعديلات وبالتالي المسار تبع البناء هذا المنتج ما بيكون بشكل مستقيم ومستمر دائما فيه تعرجات صعودا وهبوطا للوصول لأشياء يناسب السوق هذا الأمر بنعكس على الإدارة الداخلية للمهام اللي أنت سألتني عنه بالجيرة إدارة المهام الداخلية للفريق لازم تكون رشيقة لازم لا يعطى لهذا الفريق حجم هائل كبير بالمهام وهنا يشتغلوا عليها لمدة شهر وشهرين بعدين يتصلوا هاتف نعني أنجزنا خلصنا شوف أنت الشغل تقول ماهنا هذا البديا ولا هذا البديا السوق وكون قطعنا شغط وصرفنا وعملنا وبالآخر كان يعني مثل ما بقوله جاوزنا من البداية نعم يعني حتى في مجال المشاريع التقليدية اللي قلت لك أنه ممكن يكون برنامج محاسبة داخلية للشركة حتى هذا بلزم يكون في إدارة رشيقة بتقول نتائج أفضل ما هو كمان الـ MVP هو أساس يعني بريادة الأعمال أنه نبدأ نموذج عمل مصغر وبعدين نطور بس هون بتحكي عن أجزاء نحنا خلص اعتمدنا الفكرة بعد ما درسناها وأكدنا ومنمشي خطوة خطوة بتنفيذها يعني أنا بحاول أركز الـ MVP هو الشيء خلنقول لاحق لاحق أنا أحكي الآن عن المطبخ الداخلي عند الفريق التقني المطبخ الداخلي هذا لازم يكون يعمل برشاقة والمنهجية الرشيقة اللي هي الـ Agile Methodology لما طلعت طلعت انبثقت من هاي المشاكل مشاكل أنه أنا الفريق التقني عندي يعني ينجز مهام كثيرة وما في متابعة لصيق لأله لحتى نشوف هل هو ميشي بالخط الصحيح أم هو مبعد عن الخط الصحيح هي ما انبثقت لحتى يكون في نوع من المراقبة والتحقب لأداء المبرمج أبدا نحن نفترض أن المبرمجين أن الناس كويسين وما في منهم ويعملوا بضمير لكن حتى لو إنسان كويس ويعمل بضمير قد يكون ينحرف على المسار الذي تريده كبزنس وانت لا تدري بذلك عرفتها كيف فالمنهجية الرشيقة في إدارة المشاريع وإدارة المهام هي اللي خلت شركتكم تقول لي أنه بدأنا نشوف في إنجاز سريع لأنه صار في قتل للهدر صار في قتل للمسارات المنحرفة الطويلة عرفت عليك فهذه النقطة يعني أنا خليني أمثل لك مثل أنت ماشي من مدينة لمدينة لكن ما في عندك طريق ماشي عليه فأنت ماشي بالصحر متجه من مدينة لمدينة فيك تمشي الصحر كل أرض واصعة ما في مسارات لكن في عندك بوصلة لازم كل شوي تشيك على البوصلة لأن احتمال أنت ماشي تكون حرف بدون ما تشعر فالانحرافة بسيطة من البداية تؤدي لغير مدينة فأنت طالما تتابع البوصلة أول زمنية قصيرة يحدد أهداف يتم إنجاز ومتابعت غراءة هاي الأهداف تحققت ولا ثم يأخذ قرار بالفترة اللاحقة حتى نهاية بناء هذا البروداكت فالإدارة الرشيقة جوات المشاريع هي أصبحت لا غنى عنها ويظهر أثرها بشكل كبير في مشاريع اللي هي فيها مشاريع إبداعية أفكار إبداعية منتجات ما لي محتاج غير مبرمج واحد وببدأ الأمر ما في داعي أكلف حالي مدير منتج أنا عم بحكيك هالكلام كسؤال لكن أنا عن تجربة في عندي شي بدي أجاوبك علي بعد هذا الأمر أنا بدي مثل ما أقول أدلي بدلوي بهذا الأمر فشو تحكي لنا أو شو تنصح هذا الشخص اللي هو ما هو محتاج أنا محتاج مبرمج موضوعي بسيط شي مبدئي محتاج مدير منتج رقمي مثلا طبعا الأمر فيه كتير خينا نقول خيارات لأنه يتبع إلى طبيعة أو الباكراوند طبع الشخص رائد الأعمال اللي حاب يعمل هاي الفكرة أحيان بكل باكراوند عنده هي أصلا هي إدارة منتج فبيكون عنده المعرفة الكافية يعني لكن خينا نحكي بالحاية العامة بالحاية العامة أغلب الناس بتحاول توفر ميزانية فبتحاول توفر في توظيف الفريق وهذا حقهم قد تقول لي أنه ممكن يلجأوا لمستشارين قد يكون أسعار الاستشارات أيضا يعني مرتفعة فما يقدروا يدفعوا أسعار للمستشارين لكن بالحاية العامة لو كان في ميزانية يفترض أنه يكون مدير المنتج أول شخص يتم توظيفه في هاي الشركة أنا برأيك أول شخص نعم وأهم شخص وأهم شخص تمام لو وجدت الميزانية إن لم توجد ميزانية للتوظيف فيجب أن يكون هناك استشارات إن لم يكن في ميزانية للاستشارات على الأقل يكون هناك تدريب شخصي يعني رائد الأعمال يدرب نفسه بنفسه كيف تدار هاي الأمور بالشكل صحيح أنا من فترة أطلقت كورس على Udemy هو موجه للرواد الأعمال اللي ما عندهم الميزانية لحتى لا ياخدوا استشارات ولا يوصفوا حدا عندهم سميته وإدارة المنتج لشركات الناشئة فهذا هذا الشي أنا كنت سابقا أستفيد أصلا من الكورسات لما بدأنا الجلسة اليوم حكيت لك فاللي ما عنده ميزانية إنه يعمل هذا الشي لا ياخد استشارات ولا يوظف عنده حدا لازم يدرب نفسه في هاي المعارف وياخد هذا التدريب من أشخاص ليسوا منظرين أشخاص أصحاب تجربة لأنه بالنهاية سيعمل هذا العلم بالتدربة صح صح وما رح يدرسه بأكاديمية أو بجامعة رح يتعلمه ويدرسه رح يتعلمه ويطبقه والتطبيق يطلع لك تحديات ما موجودة في الكتاب لازم تأخذه من شخص مطبق فالفكرة إنه إذا أنت سألتني شو نصيحتك لهذا الشخص أو رائد العمال يلي ما عنده ميزانية صيحتي إنه يسقف نفسه بهذا العلم يدرس إدارة ولأنه عنده تجربة بحكية يسمع له حتى هو يتفاداها يعني أنا هاي هاي نصيحة أنا بالنسبة إلي يعني أنا بنصحه بالضبط إنه هذا الشخص هو أهم شخص تبدأ فيه هيك مشروع لا تبدأ إذا ما كنت جاهز لهذا الأمر الجاهز معناته نحن عم نحكي مثل ما حضرتك حكيت إنه ممكن يكون عنا موضوع مثلا كورس يتدرب على كورس أو إنه استشارة أو حتى يلجأ لحاضنة أعمال إذا بتوفر بتدعمه بهذا الأمر فالخيارات مفتوحة لكن بدون ما يبدأ أنا هيك نصيحتي لأله وعن تجربة لأني فرقت معايا كتير طيب هلأ نروح للجانب الثاني نحن حكينا عن صاحب المنتج وحكينا عن المنتج وترتيبة وشلون الآلية نروح للشخص هذا اللي عب يتعب ومبرمج وعب يشتغل بهالأمر شو تنصحه وشو تقول له إذا مثلا جاء شخص قال له أنا بدي منصة مثل أوبر بدي مثل كذا مثلا التطبيقات الكبيرة حكي لنا شو تقول له لو خلينا نقول وضعنا نفسنا بمكان مبرمج سؤالك لأني صحيح يعني لو أنا وضعت نفسي بمكان مبرمج ماذا ممكن أنه ننصحه طبعا عالم البرمج عالم كبير في برمجة ويب في برمجة باك اند فرونت اند في شيء علاقة بالداتابيس في شيء بالدزاين الفرونت اند يعني برمجة الفرونت اند في شيء علاقة بالمبايل الابليكيشن أنا ما عم نحكي ضمن السياق محدد عم نحكي بشكل عام شكل عام المبرمجة مهنة البرمجة هي مهنة صالحة لكل الأعمار ومهنة متقدمة وفيها رواتب مرتفعة جدا هذا الشيء عندي حالات تؤكد هذا الشيء يعني من حوالي والناس الحوالي والناس اللي عم تشتغل بهذا الشيء لكن يجب ان تعشقها حتى انت تستمر فيها وتتميز فيها اذا افكر ان المبرمجة وانفكر حاله انه فقط يعتمد على هذا الراتب الشهري ما مضطر يطور نفسه على الأغلب على العمر الثلاثين سيتعب عمر الثلاثين الخمسة والثلاثين سيتعب لكن اذا كان هو مبرمج شغوف فهو رح ينتقل بالمستوى تبع البرمجة تبعيته لمستويات أخرى يتعلم ويطبق وينتقل لمستويات أخرى اذا كان يعشق هاي البرمجة اذا كان لا يعشقوها كتير فعالأغلب رح يطلع الاختصاصات زاد صلة اما ادارة منتج او ادارة مشاريع او شيء اخر او ادارة اعمال احيانا في ناس طوحة على ادارة الاعمال او تحليل الاعمال فالفكرة انه انت تاخد قرار انا لما اشتغل هذه المهنة لما اشتغل هذه المهنة يجب ان اكون افضل فيها يجب ان اطلع على كل شيء يخص فيها انه ما تحكي عننا اخدها وطبقها لا اقرأ عنها بدون تطبيق لان اذا لم تطبقتها سأعرف اثرها فأخدها وطبقها ممكن تقولي طيب الشركة اصلا ما تمنحني فرصة انه انا اطبق كل شيء عما تعلمه عندك بابين الباب الاول انه انت اطبقها ذاتك بنفسك لحالك على مشاريعك الخاصة من باب التجريب ولما يطلع عندك نتائج حلوة تعرضها على اغلب الادارة ستأخذ فيها لان الادارة بالنهاية يهم مصالح الشركة فاذا وجدت انجاز او شيء يدل انه مصالح الشركة تصب بهذه التغييرات ستأخذها الجانب الاخر هو مساعدة الاخرين يعني البرمج هي اخذ وعطا على فكرة هي نقاش يعني لما انت تشوف مبرمج اخر موجود عنده مشكلة تدخل تحلل اياها ستتسب خبرة كتير قوية عن جد فانا بستغرب انه في مبرمجين الى الان ما عنده نحساب على موقع stag overflow لماذا معنا نحساب لماذا لهم معنا نحساب جوا هذا الموقع دخول شوف الناس عم تسأل ضبط اللغة البرمج اللي انت بتعرفها جاوض اعطيهم الكود اللي بحللهم مشاكلهم ترتقي انت بمهنتك ترتقي بأفكارك وبتاخذ مناصب افضل ورواتب احسن عرف تاني البرمج لا تعني انه تكون انت بعيد جدا عن عالم الادارة ابدا يعني يجب ان تعرف كيف تدار المشاريع وين لم تكن مدير مشروع لازم يكون عندك على الاقل نبذة صغيرة عن هذا الموضوع نعم تاخذ لك كورس خفيف كيف تدار المهام كيف تدار الاجائل كيف تدار السكرم او كامبان لازم تعرف هذا حتى ان كان غير مطبق الان بشركتك لازم تعرف احد الشركات انا دخلت الاجائل وانا كنت مبرمج بهذا الوقت صلعت عليها دخلت على الموقع scrum.org تعلمت منهم كثير منيح الشغلات تبعت فيديوهات ودورات بعدين بدأت اطبق على الخفيف على نفسي بعدين طبقت على الفريق بعدين اخذنا التأج كثير حلو اتصلت بالمدير فعملنا conference دخلنا وحكينا كلها كنا نحكي المبرمجيين وانا والفريق والمدير واشترح تقول له الفايد فألي انا رح اعطيك اسبوع القادم كله بدون مهام وثقة المهام لحتى تقدر تعمل الترانسفورميشن للتيم وتدربنا عن هذه ودخلناها واشتغلت وصلت لأمور كثير حلوية فكمان في جانب المبادرة لكن المبادرة لا تأتي بدون معرفة ايو لازم يبادر المعرفة لا تأتي بدون يكون عنده يحفز نفسه لا تأتي بدون حب لهذه المهنة لازم انا احب هذه المهنة لحتى احمس حالي لحتى اتعلم لحتى من هذه المعرفة احصل ابادر فيها واطرح على الناس شي جديد فانا انصح كلمه برمج انه لا يضل في مكانه يعني اذا تكمل في مهنة البرمجة هذا حقك وهذا كثير شي حلو ويجيب لك فلوس حلو ويستطقر بحياتك مليح لكن لازم تتطور فيها لحد معين لان اذا ما تقدم هو رجع الناس ستأخذ له مكان وبالاخير سيخرج انا اتذكر مرة من المرات كنا بأحد الشركات جالسين نحن موظفين جالسين فدخل علينا شخص دخل على غرفة البرمجة يعني دخل لا أعرف كيف دخل سألنا هو كان شاي بدء نحن كنا بأعمار العشرينات وكان عمر الاربعين فدخل فهو كان لحق من مرة الريسيبشن فقال له ما بدك وين دخلت فقال له أنا مبرمج يعني انه جاي عم ندول على الشغل يعني طبعا بالأخير لا أحد يوظف لأن كان كان يعرف لغات برمجة قديمة ومشتغل عليها سابقا على ما يبدو كان متعامل مع شركة معينة وخلص بناتهم العقد أو شي فبدأ يبحث عن الشغل نحن الشباب الزغر أخذنا مكانه عرفت علي نعم نعم طلعنا من الجامعة اخذين اللغات الجديدة مع اللغات اللو لنحن موجودة فأخذنا مكان نفس التطور هو شرط يعني البقاء حطيت هيك إيدك على الجرح وهو حاليا تريند والناس كلها بتحكي فيه حتى مؤخرا نساوينا بظن مناظرة بهذا الموضوع الذكاء الصناعي نعم رح ياخذ محل المبرمج سؤال صعب يعني ما فيني أفطيلك فيها مية بالمية وجهة نظرك يعني أنا ما لي جالس على كل سن برمج لأنه دخلت على الاستشارات في إدارة المنتج إدارة المنتج بعيدة عن البرمج يعني هي إلها صلة ذات صلة في البرمج لكن هي مانا برمج إدارة المنتج عالم قائم بذاته بفهم الأسواق والعملاء والإدارة والفريق التقني والمالية حكيت لك عنه هذا هو عالم آخر يعني في الإدارة لكن حاليا في اليوم اللي نحن عايشينه المقولة اللي صار سمعناها كتير وتردت على الانترنت لازالت هي صحيحة اللي بتقول أنه الذكاء الاصطناعي لن يأخذ مكان المبرمج لكن مبرمج يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي رح يأخذ مكان المبرمج عرفت على كيف هاي المقولة لازالت صحيحة إلى اللحظة حتى الآن حتى الآن هي صحيحة في أحد التطبيقات اللي بنيت أنا سابقا الشركة رجعت لألي في عندها مشاكل ببعض الأماكن بعض الصفحات فأريشو بتقترح علينا أنه ممكن نحن نحسن فيها لحتى يتسرع الأداء وتعلى السيكوريتي فأنا استعنت بالشات جي بي تي بدل ما أنا أجل الساعات طويلة أحل الكود اللي أنا أصلا نسيان كيف كان مبني استلمت للشات جي بي تي والشات جي بي تي عطاني مقترحات الضرورية لهذا الكود فعمليا أنت كإنسان عمل بتدير الأمور بتدير لأن بالنهاية أنت الأوامر التي تريد تعطيها للأي آي هي أوامر من شخص خبير فالأوامر لازم تكون واضحة ومتسلسلة لمفهومة تعطي النتيجة اللي بدك إياها ما أي إنسان ماشي بالشارع ممكن يعطيه الأوامر التي تعطيها لحتى تحصل على النتيجة اللي بدك إياها وحتى اللحظة نعم المبرمج الذي يستخدم الأي آي سوف يستبدل المبرمج بدون الأي آي والمستشار في عالم الاستشارات أيضا حتى اللحظة كوني أنا مستشار أنا عمول هذه الفترة بحث كثير معمق بمدى تأثير الأي آي على مجال الاستشارات حتى في شركة هندية معد أذكر اسمها شركة كبيرة تعاقدت عقد كبير مع شركة أوبن أي آي وهي شركة استشارات بالنسبة لأي حد يسمعنا هو يعمل بمجال تقديم الاستشارات إن كانت استشارات تسويقية أو تقنية أو ريادة أعمال أو إدارية أو يعني فعن كلمة استشارات شركة أما تكون هي فقط تقديم استشارة أو تقديم مرافقة أو تقديم تحليل البيانات معينة بعدين تقديم لعل نصائح معينة من خلال هذا التحليل يعني هذا باب كبير ممكن يكون دراسات سوق دراسات إحصائية معينة صح بكلمة استشارات هي كلمة كبيرة أنا خليني أحصر إجابتي بموضوع إنه مستشار موجود سألته نوع من الخدمة في المراحل صح المراحل الأولى لما أنت تطرح سؤالك فالعميل لما يطرح سؤاله لشركة استشارية على الأغلب لن يستطيع نقل كل ما بذهنه بشكل ذكي وصريح للطرف الآخر فالطرف الآخر هو الشركة الاستشارية لازم تكون ذكية كفاية لحتى تتناقش معه شوي تطرح بعض الأسئلة يمين وشمال يمين وشمال لحتى تأخذ لهو بذهنه هاي الآلية آلية بشرية حاليا لا يمكن الاي اي الاستبداله حاليا غدا ما بنعرف فاستنباط ما في ذهنك هو ليس فقط أنه أنت تعبر عنه لأنه أنت قد لا تكون قادر أنه تعبر عنه بالشكل الصحيح لكن المستشار قادر أنه يشوف ما بين السطور نعم يلتفع لا يأخذ ما بين السطور أما الاي اي حاليا ينتظر منك أنه أنت توصف له مشكلتك بناءا على التوصيف يعطيك شو زودته بالبيانات هو بيأخذ هذا الأمل فهي مرحلة الأولى الآن بعد هذا التوصيف المستشار يجب أنه ما يطرح حلول مباشرة لأنه قد يشعر بأنه ما أنت عطيته من معلومات غير كافية فيطلب منك جمع معلومات معينة أما الاي اي ضمن ما أنت زودته أعطاك معلومات وعطاك الحلول أنت من واجبك تعرف أنه هاي الحلول هي أنصاف حلول لأنه المعلومات ما كانت كافية ووافية أما المستشار لا لازم ما يقولك أنه أنت اللي حكيته كافية وهي مشكلتك وأنت ما حكيت لأكثر وأنا سأعطيك حل تقل لذلك لا سأقولك أنه أنا ممكن أعطيك حل لكن هذا الحل غير كافي لازم نجمع المعلومات الفلانية فحاليا الـ AI لن يستبدل هذه المرحلة نمشي كمان نعم نمشي مرحلة مرحلة أول شي نقل المشكلة مرحلة طرح الحل المبدئي جميل الآن إذا طلب منك أنت جمع معطيات معينة من السوق أو من عملاءك أو من الشركة داخليا أو عن أداء الفريق أو هذه المعلومات لا يوجد أنه يريد هذه المعلومات حاليا أما المستشار يقول لك يقول لك أنت المعلومات الناقصتك هي هذه وهكذا تجمع هذه تحصل عليها قد هو يجمع لك أو قد يقول لك أنت تجمع الفريق يجمع لكن يدل لك على الأدوات التي تجلب هذه المعلومات التي هي ناقصة لحتى إضيفة له لحتى يعطي قرار أوضح يقول لك يجب أن تأخذ إحصائيا عن عملاءك شراء السلوك الصفحات الفلانية الزيارات معدل انتقال بين الصفحات معدل أداء الفريق التقني معدل AI في تحصيل هذه المعلومات أوكي أنت ممكن تستخدم الأدوات AI في تفنيد هذه المعلومات في تحليل هذه المعلومات أوكي لكن لن يقترح عليك حاليا في الوقت الحالي طبعا هناك أنظمة تبنى الآن أنظمة تحاكي هذا العمل لكن إلى الآن لا يوجد نضوج بالسوء لحتى يستبدأ المستشار بعد أنت تجمع هذه المعلومات مرة أخرى ينظر لألا المستشار مرة أخرى فلما ينظر لألا ويحلل ممكن هو يستخدم AI بهذه الحالة المستشار لأن التحليل المعلومات ضخمة غالبا مرهقة تأخذ وقت طويل فبذل ما كان تأخذ معنا أيام طويلة الآن فيك أنت تأخذ ملف لإكسل الذي فيه داتا هائلة تضعه بclustering service وهو فورا يخرج ونساوي لحتى نخرج وكذا وأن الأكسل يختصر لكن حاليا الذكاء سبق الأمور وصار بشكل وخاصة بمجال تحليل المعطيات تحليل الداتا صارت الأدوات كثير قوية لكن بعد تحليل المعطيات بعد تحليل المعطيات تعطي نصائح insight لصاحب البزنس صح الزكاة الاصطناعية يعطيك النصائح اعتمادا على نتائج تحليل المعطيات أما المستشار بينظر للعميل والمعطيات العميل بنهائي له capacity يعني هو عنده حجم فريق معين عنده تمويل معين عنده خططه الشهرية المعينة ممكن نصيحة تكون ممتازة طبقا للمعطيات لكن غير قابل للتنفيذ أنه لا لديه ميزانية أو لا لديه فريق كافي أو بحاجة لتوظيف لحتى يطبق هذه النصيحة فالمدرك لهذا الأمر هو المستشار نعم في متحولات كثيرة غير أنه يستنتج من المعطيات Insights فالمستشار هو العامل البشر الموجود حاليا إلى الآن لن يتم استبداله بأنه يفهم الشركة البيزن الصح والظروف التي هي فيها والكباسة التي هي فيها ويطلع Insights من المعطيات يعني ممكن أن أعطيك مثال مثلا الشريحة الفلانية من العملاء شريحة طلاب الجامعات والاستهداف الأفضل لهم بوجود standard موجودة في ساحات الجامعات وبالآخر هذه أفضل طريقة حاليا لازم أنت تشتغلها ولكنه لم يقال لك كيف تشتغلها ولم يقال لك كم ميزانيتها وهو لا يعرف أنه لديك ميزانية لهذا الاستهداف لكن المستشار عندما يعرف أنه لديك ميزانية بسيطة فرح يعمل لك تحوير بهذه الانسايت وصلك لنفس النتيجة نعم قد ما تكون نفس النتيجة بنفس الدقة بنفس العائدات لكن خلص هو عرف أنه طلاب الجامع مستهدفين وعرف أنه كيف لازم يتم استهدافهم فرح يعمل لك نصيحة مناسبة لميزانيتك اللي أنت موجودة عندك جميل على سيرة النصيحة أول اتصال هاتفي كان بيناتنا بكورونا بداية كورونا كان عندي مشكلة بدي أتحول يعني خلاص للبيع الرقمي وكذا وعندي مشكلة بوابة الدفع في تركيا مشكلة بوابة الدفع في تركيا كانت معضلة للكتيرين وما أحد بيعرف عنها شي وعامل اللغة والمشاكل تبعا وفعلا مكالمة وحدة حكيت لي إياها وبعد بكم يوم بتذكر نزلت فيديو جاء كتير مشاهدات حكيت فيه عن بوابة الدفع في تركيا وما زلت أنا لليوم أي حدا بسألني عن بوابة الدفع برسله الفيديو وباختصر حالي حكينا عن هالتجربة وشو تجربتك مع بوابة الدفع وشلون فعلا يعني مثل ما أثرت على شركتي وحولتني بطريقة معينة شو أثرت على كتير ناس بهذا الأمر خلينا أجاوبك بس عن موضوع الفيديو هذا لما أنا أطلقته هذا الفيديو هو لازال موجود على اليوتيوب اسمه وسائل الدفع الإلكتروني في تركيا هو فيديو على اليوتيوب وفيه ثلاث مقالات كيتبون على لينكتين بنفس المجال وسائل الدفع الإلكتروني في تركيا كوني خضط بعمق بمجال البنوك والدفع الإلكتروني في تركيا فكان يأتي كثير اتصالات من أصدقاء عرب جديد على البلد فريدون يعرفوا كيف يفتحوا حساب في بنك لحتى يربطوه مع الموقع الإلكتروني تبعوه لحتى يعملوا إي كوميرس جوة تركيا وهالقصاص هي فكوني مدير منتج فدائما بفكر أنه أحول السيربس لبروداكت السيربس هي دائما لازم أنت تكون تخدمه أما البروداكت هو تبنيه مرة واحدة وتبدأ إعادة بيعه صحيح فشفت أن الأمر متكرر صار وقت أنه بدل إجابة على الهاتف دائما نشرح نفس القصة بنفس الدباجة أنه لازم نعمل بقى فيديو فأخذت موبايلي إذا تشوف الفيديو يعني الفيديو تماما عفوي بدون أي ببساطة وببساطة يعني دخلت في غرفة كان فارغة للاجتماعات سكرت الباب وسجلته وصار كل ما يسألني قاله هاي رابط الفيديو فيه كل شي كل شي كان يختر عبالي نزلت لك بهذا الفيديو لحتى تقدر تستفاد منه وتعيد ه أكثر مرة لحتى إذا فيه معلومة غابط عن ذهنك فأطلقته والحمد الله كان مفيد كثير كثير ناس الله يجعله ميزان حسناتك أنا مستفيدين من قبل الفيديو وما بعد الفيديو كثير ناس يستفيدون منه شو علقتك بوابات الدفع بوابات الدفع نحن بالعام 2014 2015 تقريبا كان في عنا شركة صغيرة أنا والشريك اللي كنا فتحنا شركة صغيرة في مجال e-commerce كنا نبني مواقع e-commerce للناس نسلم الموقع نركب لهم نسلم ونبرمج لهم جاهز وبعدين نربط لهم بواب الدفع معين موجودة متوفرة في تركيا في خضام عملنا هذا كان نوعية الشركات اللي كنا نشتغل معهم هن شركات قطاعات مختلفة هنا منهم صناعيين منهم تجاريين منهم قطاع صحي يجربوا حالهم لكن اكتشفنا عندهم مشكلة أخرى غير موضوع ان هن يفتحوا e-commerce من هين مشكلة صلعت فكرتنا بناء مشروع payfull مشروع كان واجدنا عندهم مشكلة بموضوع invoicing بين بعضهم البعض كشركات يعني يعطيك مثال انت كشركة لنفترض شركة أدوات كهربائية تمام انت الشركة الأمري لأدوات كهربائية وعندك مستوضع ضخم فيه برادات غسالات مكويات كل أدوات كهربائية هل انت بتبيع ال end user مباشرة هاي الأدوات لا عندك موزعين في المدن طيب هاي المدن اللي هن موزع رئيسي لهذه المدينة هل هل يبيع مباشرة لل end user كمان لا في صلاة عرض فصلاة العرض تكون تابعة له أو تكون تابعة لوكيل هو ياخذ الوكال وفتح صلاة العرض وصلاة العرض هي اللي تبيع لل end user جميل انتقال products هاي اللي هي القطع ما ينتقل بسلاسة سبب انه ان الموزعين في المدن بيسحب البضاعة بدون ما يدفعوه يدفعو سمنة في وقت محدد لازم يدفعو سمنة وهنا لما بيعطوها للي تحت المنن الصالات كمان صاحب الصالم ما بيدفع سمنة مباشرة في زمن معين لازم يدفعوه لإما لحقيق ببيع أو لتاريخ محدد فكل بتصير الكاشف له هي حركة عكسية بعكس حركة انتقال هاي البضاعة وبطيئة وفيها كتير نعم هي تدار بشكل يدوي كامل كل المرحلة بكل من هؤلاء هو فيه عنده برنامج محاسبة وتعقيب وعنده مين عنده موظفين على طاولة طويلة عنده هواتف ما منشاشه وعبي طالب مين صار استحق الدفعات لحتى يذكرون تعال ادفع ليش ما دفعت والله ما استضبطت الحوالي والله الكارت مو شغال بصير فيه ضرر فيه عمل ورق كتير هائل على الشركة الام ورق الموظفين كمان فيه تكلفة وبالاخير هاي التكلفة ما بتجيب بالإفشنسي في العمل يعني صحيح فنحن اقترحنا ان يكون فيه عنا بي تو بي اندفويسينج سيستم هي منصة اونلاين للشركات بي تو بي عن طريق الشركة فينا تأنشئ اي اندفويس لأي شركة اخرى وترسلها من خلال المنصة وهذه الشركة الاخرى تدخل وتدفع من خلال نفس المنصة فلما انجزنا هذه المنصة نحن وفيها من احد من الامور التي تهم مدير المنتج اكتشفنا انه انت طالما تستهدف الشركات الشركات ما عندها حساب واحد في بنك واحد انا والله عندي حساب الكويت ترب وانتهى نقطة لا الشركات الكبيرة بيكون في عندها حسابات في اغلب البنوك وما بتستخدم حساباتها لاستقبال الدفعات دفعات معينة استقبالة على حساب معين ودفعات معينة على غير حساب بحسب تعاقدة مع هذه البنوك والكوميشن الموجود وفترات التحرير لهذه الأموال يعني هناك تعقيدات كثيرة فوجدنا نفسنا مضطرين ان نحن نربط اكترونيا بهذه المنصة مع كل البنوك التركية وبالفعل ربطنا مع كل البنوك التركية وكل بوابات الدفع التركية فصاحب الشركة لما يشتري منتجنا يشترك فيه وكان يدخل يشوف لقاحة البنوك كله أمامه يختار البنك اللي هو مرتاح ان يشتغل معه يضيف بنك وبنكين وثلاثة واربعة العميل طبعا لما بده يتفعله ضمن المنصة تبعيتنا عنده كل الخيارات عنده كل الخيارات شو ما كان الكارت اللي بيجيبته موجودة جميل فحتى الآن فتحنا مجال لموضوع الوفلاين بيمنت الوفلاين بيمنت عن طريق المنصة لما بده أدفع بالكارت أنا بده أدفع حوالي ولكن أدخلها عن طريق المنصة هلأ هاي المنصة حصلت الأموال وبعدين ما هاي الأموال وهاي الفاتورات بده إدخال على أنظمة المحاسبة كمان ربطنا مع كل أنظمة المحاسبة الموجودة في تركيا عملنا فصار الشركة أصدر الفاتورة من برنامج المحاسبة أوتوماتيكيا تروح على منصتنا أوتوماتيكيا تروح عند العميل العميل يدفع جوه المنصة الفاتورة ترجع لبرنامج محاسبة ويتم إغلاق الدفع كله أكترونيا بدون ما يتحرك من كرسي كله بشكل أكتروني واخترقنا السوق بشكل كبير الحمد لله رب العالمين سويت أكسلات فيه نعم نحن تقريبا أغلب عملائنا هن اللي أخذوا منصتنا هن بالتوب فايف هندل في تركيا العملاء الكبار جدا الأخطابطيين في تركيا يستخدم منصة بايفو اليوم في تحصيل دفعاتهم في عنا حجم معاملات سنوية لو عم نحكي على الدولار ما يقارب الواحد مليار ويفوق الواحد مليار دولار بسنويا معاملات عم تتم جوه المنصة تبعيتنا بال2020 تقريبا أنا عملت الاكزت واستمرت مع الشركة فترة بعدين الشركة تبعيتنا عملت اكزت ككل لشركة أخرى أكبر هي شركة هولدينج يعني منقول من أصحاب الملايين ولا لسة يعني الله يرزقنا الله يرزقنا طيب أنا هون في نقطة بدي أحكي عليها أنه أنا بعرف البدايات وشلون بدأنا وشلون تأنا في كتير شباب محتاجين هيك معلومة بتحفزهم التحفيز الصحيح الواقعي حسب الإمكانات أنه يسعى ويمشي للأمام ممكن هيك لمحة عن تجربتك شلون بدأت من لا شيء هلأ عم نحكي نحن بالشركة وساويت اكزت يعني الشركة قيمتها وحققت مبيعات شي هائل يعني فحكي لنا هيك لمحة شلون دخلت تركيا وشو الوضع وشلون أمورك كانت والله بصراحة هو يعني كل إنسان لم يحكي تجربته المستمع أو المتلقي بيقيم هاي التجربة بالمقارنة دائما بتتم تقييم يعني قبل ما أحكي لك تجربتي بيسقطة على نفسه نعم يعني إما بيسقطة على نفسه أو بيسقطة على تجربة الناس من حوالي اللعب يسمع ثجارهم فبيقيمها هي تجربة مفيدة وكبيرة أو بيقيمها أنه هي تجربة بسيطة يعني هذا كله الأمر نسبي الموضوع كثير فيه نسبية ففيه ناس بتقولك أنا بدأت من الصفر عملين هو بدأ كان فيه بجيبته مئة ألف دولار لكن هو نسبيا للعائل اللي هو كان أو عايش فيه اللي كانوا مثلا ممكن يكونوا أسرياء جدا المئة ألف ولا شي يعني تعتبر من الصفر تعتبر من الصفر فيه حدا بدأ ما عنده فلوس أبدا ولا ليرة استدان واشتغل فبيقلك أنا بدأت من الصفر بس بالنسبة لأحدا غيره كان فيه عنده مصايب مو بس استدان كان فيه عنده مصايب أكتر من هك فبيقلك فبيقلك أنت كنت عايش بنعم من الله يعني لا يعتبر حتى من الصفر فهي كلمة خلينا نقول مطاطية شوي كل واحد بقيسها بنسبة لشيء معين وهذا طبيعة الإنسان إنسان ما فيه نقيم شغالي بدون ما يقيسه بشيء آخر يعني ممكن أقول لك مثلا والله فيه لون للباس معين ما يعرفان شون أوصف لك يقول لي طيب يعني على إيش على خضار على حمار بدأت تقارنه قال لك إيه أخضر بس يعني شوي أكشف عرفت فداما الإنسان بفكر بالمقارنة ولذلك أغلب ولوله هيك شوي خرجنا عن السياق أغلب الناس اللي هنا لا يؤمنون بدين معين لما أنت تقول له إنه فيه الله فيه رب فيه خالق لهذا الكون فبيقول لك طيب الله إيمت هو إن وجد تقول له من الأزل بقول لك كيف يعمل الأزل تضرب عنده لوجك جوا مخل إنه ما شاف شيء موجود من الأزل إلى الآن بيعرف كل شيء إله بدأ إله بدأ إلى نقطة بداية فما بيقدر يستوعب طيب بقول لك إيمت رح ينتهي تقول له هذا إلى الأبد ما له نهاية يقول لك ما في شيء إلى الأبد يعني ما عنده شيء يقارنه فصعب عليه إنه يستوعب النقطة هاي نحن البشر عودة للسؤال تبع لما في شيء يستند عليه الواحد بإمكانه يقارن ويطلع منه فأتمام يعني أنا أدعو للمستمعين يعني إنه واحد حكي إنه قصة نجاح أو شيء قصة النجاح كبرى وصغرة بالنسبة إلى وكلمة بدأت من الصفر بالنسبة إلى كله نسبي موضوع كله نسبي يعني طبعا بحكم إنه نحن بتعرف يعني نحن لما جئنا على تركيا أنا كسوري لما جئت على تركيا جئت فقط ماي حقيبة الألبسة تبعيدي ضمن الظروف اللي كنت عايشة لما دخلت تركيا دخلت ماي فقط حقيبة ألبسة حقيبة مش حقائب حقيبة حقيبة أنا وعيلتي ومستدين مبلغ صغير مستدين مبلغ صغير من أقرب أي ما عندي أنا فلوس كنت أنا مستدين فلوس ضمن الظروف الحكم مثني أنه أطلع بهذه الطريقة دخلت تركيا ما كنت بعرف لا لغة ولا بعرف حدا عربي أصلا أتواصل مع ألاقي شغل في مهنتي لغة التركية كانت صفر معي إنجليزي بس الأطراق ما كان يحكم معنا إنجليزي أول أسبوع يعني جلست فيه بتركيا اشتغلت في مجال التنظيف أول أسبوع بتركيا أول ثمانت أيام بتركيا أنا كنت بالصدفة كنت عم مدور على شغل بالشوارع يعني ماشي بالشوارع بطلع أي شيء بلاقي عمال نزيم بناي مبنية جديد وعب يحكوا عربي فقررت عليهم لتركمان هنا فقررت بتشغلوني كان وقت الدولار بلايرتين يعني طريبا كان يوميتنا عشرة دولار بهذا كل الوقت عشرة دولار باليوم يعني 12 ساعة شغل تنظيف اشتغلت طريبا 8 يام 7 يام 8 يام وخلال هال 8 يام كنت أسعى أنه لاقي شغل في مجال البرمجة أونلاين والحمد لله خلال هال 8 يام وجدت شركة كانت فاتحة جديد بأنت بالدم مبرمجين ف رحت يوم الجماعة كان أعتقد كان يوم الجماعة رحت التقيت فيهم واتفقنا على شغل وبدأت شغل معهم وتركت هذا الشغل ويعني كان بالنسبة لي حلم لما بدأت بهذا الشغل لما طلعت من بلدي بهذه الطريقة ودخلت بلد غريبة وللعيت هذا الشغل الحمد لله 6 شهور كنت قاعد على كرسي موظف وبرمج ضمن فريقة كبير قديم هنا الفريق كان قديم جابين كلهم موجود ستة شهور كنت المدير الفريق الحمد لله رب العالمين كانوا كثير أشخاص جيدين هي الشركة وإدارتها والموظفين اللي فيها كانوا كثير أشخاص جيدين وأصغار أنت لما الله يوفقك بناس كويسين السرعة تطورك أسرع من أن تكون لحالك عما تحارب بوسط مسموم صحي كان الوسط كثير رائع كان الناس كثير طيبين وكثير منحين هذا الشي سرع من الآلية ومن هون طلقت أنا بمجال بتركيا وشوي طورت نفسي يعني من يومية عشرة دولار ل الشركة كبيرة بالضبط لأكزيت لحالية متقدم استشارات ونقلة نوعية من اللاشي نعم هو بطبيعة الحال أنا مجال الاستشارات يعني أنا من الأشخاص اللي بحب أحكي حتى شايفني اليوم جاي أحكي أنا مستمتع جدا فبحب أتعلم خبرة أجرب خبرة ونقلة الغير الآن في ناس ممكن تقولك أنا عندي خبرة لكن أنا بواجه صعوبة كيف أبسط ها وأشرح ها للناس صحيح فأنا أحب أبسط الأمور ونقلة للناس وإن شاء الله أكون موفق بهذه الجلسة لكي تستفاد لله الحمد جاني كثير فيدباك سابقا كثير كثير من مئات الأشخاص أن قضايا معقدة تشرحناها بشكل مبسط مع الحفاظ على قيمة المعلومة فنحن مبسوطين من هذا فوجدت أن إدارة المنتج حلت لي شغافي في ربط البزنس مع الأمور التقنية وتوزيف إدارة المنتج كاستشارات هي حلت لي شغافي في أنه أنا ألقي أمام الناس أو أحكي أمام الناس أو أشعر عليهم وأبسطهم المعلومة فالتدريب أنا أعمل في مجال التدريب مع حضينات أعمال وأعمل في مجال الاستشارات وجدته المكان الملائم وتطوري فيه سريع وأنا بدون ما أرهق يعني أنا أتطور فيه بشكل سريع بدون إرهق لأنه شيء أنت يعني بتحب وعب تشتغل فيه أنا فيه نقطة كتير بحب يعني فيك جربتها كذا مرة أنه بمرحلة من مراحل أنا بدي استشارة وما لي قادر فقدمت أنت أنه أنا عندي شيء لله إذا أنت وضعك وأمورك صعبة ومن فترة سمعت منك أنه عب تنزل خدمة جديدة استشارات كتابية بشكل مجاني يكتبو لك بالموقع شو السؤال اللي عندهم طيب هاي شو أسرها شو بتستفيد منها مجانا هاي يعني طبعا حاليا فيه مجال على موقعي المالعابد.com أنه واحد يدخل ويطلق استشارته كتابيا وإن شاء الله لاحقا أحاول أحسن فيها لحتى يكون تواصل أنا بحكم ضيق الوقت يعني ما فيني أفتح لقاء مباشر مع أي حدا يطلب استشارة فبالتالي ما بقدر بشتغل يعني صحيح فالاستشارة الكتابية كانت هي الحل أنه واحد يكتب استشارته ويوضحها بالتفاصيل وأنا أقرأها على مهل وأبعث له الإجابة شو أسره الحقيقة في إلى أسرين الأسر الأول هو ناحية البزنس أنه أنت كإنسان عم تعمل بزنس لازم يكون في لك جانب توعوي ونحكي بزنس بحتها بدون أي فوائد أخروية في الآخرة أو سواب أي حدا حتى لو كان عايش بأمريكا أو عايش بروسيا حتى لو كان ملحد ما عنده دين بيعرف أنه أنت ما كل شي يجب أن يكون مدفوع يجب أن يكون هناك شي لنشر الأورنس وبناء البرند وهذه الأصاص هذه من الناحية لكنني بالنسبة لي لم يكن تركيزي على هذا الشي وجدت في الوسط الذي أقدم فيه استشاراتي شريحة الأفراد أو رواد الأعمال الشباب ما هي شريحة مستهدفة لأنهم لا يستطيع أن يدفعوا أسعار ساعات الاستشارية المستهدفين بالنسبة لي هنا الشركات صغيرة مع تمويل أو متوسطة وكبيرة هؤلاء الشرائحة وملاي وهؤلاء أنا مشتغل معهم مشكلة كثير منيح وأمورنا كثير ماشية تمام فلو بدي أعمل awareness لازم أعمل awareness لهؤلاء الشركات لهؤلاء المستهدفين لأني طيب شو وضعوا هؤلاء الرواد الأعمال ما عندهم ميزانية اللي بدهم يسألوا أو شي هؤلاء هؤلاء زكاة العلم زكاة العلم زكاة العلم هي مانا صدقة هي زكاة الزكاة ما فرق الزكاة عن الصدقة الصدقة أنت تعطيها لحتى الله يكتب لك فيها سواب أما الزكاة أنت مجبر أنك تعطيها لحتى ما يضيع اللي عندك يعني إذا عندك أنت مال وما أخرجت زكاة فهو معارض للخطر هذا المال صار مال حرام صح؟ فالعلم له زكاة وليس صدقة له زكاة لأن إذا عندك علم وما تزكي فإحتمال حتى علم يروح بعده يعني هو رصيده على فكرة بعد ما يخرج من هذه الدنيا فإن شاء الله يعني إن شاء الله نكون نحن الله عزاك الخير ويجعله نزال حسناتك ينفع فيك سؤال أخير ومهم ومنسأله بكل حلقة نصيحتك للشباب المقبلين على البرمجة المقبلين على تأسيس الشركات للشباب الجديد الناشئ بشكل عام نصيحها بناء على تجاربك وخبراتك اللي مريت فيها بكلها عظيم خير نقول هن أنت شخصين مبرمج ورائد أعمال لأنه شخصين مختلفين بالتفكير المبرمج أنصحه بقوة أنه مهنة البرمج هي مهنة مربحة جدا لو عبتفكر بالسراء خير نقول النجاح هو نجاح مهني وأسروي وأخلاقي وديني أنا أحكي عن نجاح المهني حاليا بقى الأمور ما فيني أفتي فيها لكن نجاحك المهني في مجال البرمجة موجود الباب مفتوح كل ما يلزمك أنه أنت تطور نفسك جميل ما تم جالس في مكانك ما تفكر مهنة البرمج هي فقط الرطل أتأخذه أنت وتقول لأنه هذا الرطل يجب أن أقفز لمهنة تانية أو يجب أن أفتح شركة تانية أبدا الخبرة هي تراكمية عندك أنت أصبح عندك خبرة تعلم جديد وأنا أعرف ناس كثير مبرمجين راطبهم خيالية خيالية عن جد لكنهم لم يعد تموا بنفس الكرسي يستنم مهام من الجيرة أو من تريل وينفزها ويأخذ راطب البسيط الشهري أبدا لم يعدوا هنا صاروا تيمليد بشركة عادية صاروا تيمليد بشركة أكبر ناصروا لأمريكا ناصروا لأمريكا أنا أحد أصدقائي بفتخر بأنني بعرفه ما كان خريج هندس كمبيوتر خريج هندس تعمارة عشق برمجة الموبايل خلال سنة تعلم البرمجة ودخل ودرس ودرب والآن هو بأمريكا ويأخذ رواتب كبيرة فإذا أنت عاشق لهذه المهنة البرمجة تعلم فيها وطور حالك فيها بيعلى دخلك شهرك جدا 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 وما لقمطر تفتح الشركة هاي كمبرمج كرائد أعمال كرائد أعمال أول شيء أما تدخل ريات الأعمال يعني أنت ليش دخلتها هل أنت لأنه شايف حالك لازم تكون هيك ولا لأنه أنت فقدت الأمل بالوضع الحالي اللي أنت فيه هاي هون هون السؤال إذا أنت مفكر هي باب للثراء فهي هي باب للثراء لكن بيعقد طريق وبأصعب طريق يعني طريق الأسهل أنه تكون أنت مبرمج خلال نقول أو واحد فهما بمهنة معينة وعبي يشتغلها وعبي يجيب منها فلوس الريات الأعمال والشركات الناشية أطريق كتير صعب 2% 3% الناس اللي عم تنفض منه فأيد التفكير ثقف حالك فيه وقراء القصص الفشل كتير 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 منيح وقراء النجاح الآخرين يعني ثقف حالك كتير منيح قبل ما تبدأ فيه ومتبع أنت تفضلك لو توفر لك هذا أنت أعمال بيكون أفضل تختصر عليك كتير نعم أنا متمنى هيك اللقاء أطوال ومتمنى أنه ناخد نوقتك أكتر بس من عيدة إن شاء الله بحقات قادمة وشكرا إليك وشكرا لوقتك ولمعلوماتك القيمة أسعتنا يعني زدا وإن شاء الله المستمعين هيك بيستفادوا كمان من هالتجارب وهالخبرات وهالنقلة النوعية اللي حطيتنا فيها وهالأصار رائعة الجميلة الواقعية الله يزاك الخير وينفع فيك أعزائنا المشاهدين أعزائنا المستمعين أنهينا حلقة مميزة ورائعة مع الأستاذ محمد العابد بنوعدكم بحلقات قادمة إن شاء الله وخبرات جديدة وتجارب جديدة والفائدة بتعملها لكل بودكاست بناء كان معكم محمد الغرسي والسلام عليكم اشتركوا في القناة